في هذا المثال سوف نتعرض لتعفية إضافة الضلال شادو والتأثيرات في الأبعاد 3DFX والأشتال التي تم تحديدها إلى المستمد ونبدأ الاختيار الفاكس الذي نريده ثم نضغط المفتاح شادو وصايل ونحن نرأي من هذه الأشتارات ثم نضغط على شادو فاكس يظهر شريط الأبعاد 3DFX الذي يمكن من التحكم على أبعاد الضل بالنسبة لشادو الأصلي وذلك بسبب هذه المفتاح ومن التحكم على أبعاد الضلال شادو فاكس يمكن من التحكم على أبعاد الضلال تدز على جهة منصر الأشكال بما فيها أبعاد الضلال وللتعرف على كافية تأثيرات كلاسية على الأشكال نختار من المستمد ونختار القائمة ونختار التأثير الذي نريده وبالضغط على cd settings يظهر شريط الأبعاد cd settings حيث يمكن من التحكم على أبعاد الضلال الناس بالضغط على هذه المفتاح وبالضغط على المفتاح يمكن من التحكم في مقرر عمق المجاشر باختيار الخيمة التي توجدها من هذه القائمة وبالضغط على المفتاح يمكننا تغيير جهة المجاشر باختيار أي مجرد اتجاه هذه ولتغيير جهة الإضاءة نضغط على المفتاح وذلك من التحكم في المجاشر باختيار المجاشر ومن مقائماته يمكننا اختيار نوع الخامة التي تغيير أطحى المجاشر ومن مقائمات color نختار اللون الذي نريده للثلاثي العمل مقائمات مقائمات مقائمات